السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة التعليم الفني التعليم الصناعي قسم التركيبات والمؤدات الكهربية طلبة الدبلوم مرحبا بكم في إحدى حلقاتنا في قناة التعليم الفني في بيتنا مدرسة أبنائنا وبناتنا طلب الدبلوم الكهرباء كنا في الحلقات السابقة كنا حنعرف المواد اللي حضراتكم داخلين عليها إن شاء الله في هذا العام والدراسة على وشك البدء بإذن الله بالتوفي لكم جميعا واتحققوا كل ما تتمنون وربنا إن شاء الله يحفظنا ويحفظكم ووفق الجميع بإذن الله أبنائنا وبناتنا إحنا كنا بنشرح وبنوضح كيفية التعامل أو كيفية المذاكرة وما هي المناهج اللي إحنا هندرسها إن شاء الله الحلقة اللي فاتت كنا كلمنا في مادة الألات عن الباب الأولاني ألا وهو الموالدات التوافقية وخدنا فيه تركيبه نظرية العمل وإن الموالد التوافقي أو التزامني وفي أبسط صوره عبارة عن الدينمو بتاع العجلة أو الدينمو العربية خدنا فيه مراحل كتير جدا وقلنا إن فيه ليه الفنين حضراتكم إن يكون فيه بعض الفنيات العالية لإن ده تخصص والتخصص دقيق خدنا فيه كمان طرق بدء الحركة فيه طرق تغزية ملفات الأقطاب وخدنا فيه كمان التوافق كيفية إن إحنا نوصل اللي بنوصل موالدين أو أكثر معا على التوازي وقلنا من العناصر المهمة جدا فيه أثناء العام الدراسي تكملة للحلقات الإسرائية للتعريف بماد مادة الآلات ومادة الرسم الفني ومادة المعمل النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض بقية منهج أو منهج مادة الآلات التوافقية وحندرس كمان الباب المحركات التزامنية المحركات التزامنية أو التوافقية هذا المحرك اسمه موسين كيريس موتور من المحركات المهمة جدا في الحالة العملية في بعض العناصر اللي بستخدمها في الحالة العملية وخصوصا في الشبكات الكبيرة بيحسن بيعمل على تحسين معامل قدر طب عشان ما نبدأش من الآخر لأ نبدأ من أول المحرك التوافقي تركيبه تماما زي الموالد التوافقي يعني أنا بقول تركيب الموالد التوافقي أقول العضو الثابت والعضو الداير العضو الثابت تجتمل على هيكل ورقائق وملفات وقالنا الملفات في الموالدات تتصل نجم أو دلت العضو الداير برضو أقطاب برزة وأقطاب غطسة يا مستر ده محرك أقول لحضرتك كلمة تزامني تماما مثل الموالد يفرقه حاجة صغيرة جدا وإحنا شرحناها على حضراتكو في الحلقة اللي فاتت الموالد يعتمد على قانون فرضاي للموالد اللي هو أحد يذكرني به إذا قطع قطع يعني برباريوك حركة موصل ساحة مغناطسية فإنها تتولق ودفع كارابي ده للموالد اللي أنا هاخد منه كارابا أما المحرك قانون فرضاي برضو بس هنقوله بطريقة مختلفة إذا عوضي عموصل يحمل طيارا كارابيا في مجال مغناطيسي فإنها تنشأ قوة تعمل على تحريك هذا الموصل خدنا بلنا من ترتيب العناصر واللي امتابعينا على قناة التعليم الفني من التلفزيون المصري أو على قناة اليوتيوب حيلحظوا الفرق ما بين اللفظ لكن تطبيق قانون فرضاي واحد يئما أخذ كهرباء يئما أخذ حركة واللي اتنين تمام قانون فرضاي حيطبق على المحرك التوافقي ألا وهو التزامن إنه من تفقيني لتركيب واحد نظرية العاملة تختلف لأن المحرك التوافقي بيحتاج لآلة مديرة إذا مطور حاجب مطور يشغله ده اللفظ اللي بنقول إن شاء الله هندرسه في المدارسنا ومع زملائنا الأفاضر وإن شاء الله هنوضحه بالتفصيل مع حضراتكم في قناة التعليم الفني يبقى هنقولنا المحرك التوافقي وسمي التوافقي ليه؟ لأن سرعة المجال الدائر بتساوي سرعة العضو الدائر يعني مش فاهم هتفهم الكلام ده إن شاء الله لما نخش نشرح المحركات الاسنتاجية أن سرعة العضو الدائر تساوي سرعة المجال الدائر وحنقولك إزاي حيكون بهذا الشكل هناخد المحرك التوافق كمان طرق بدء الحركة عنده طريقتين اللي هي يئما باستخدام محرك مساعد يئما بيدء الحركة من تلقاء نفسه وعلى فكرة هنستخدم حاجة خدناها في المولدات ألا وهي أسياخ الإخماد من وظاف أسياخ الإخماد إنها تستخدم كبدأ حركة للمحرك التوافقي وحناخد بعد كده إن شاء الله بالشرح بالتفصيل مع حضراتكم أثناء الحلقات بعد كده حنقول ما هو أو ما هو استخدام المحرك التوافقي يعني محرك بياخد طيار متردد وطيار مستمر وآلة مديرة دماطور يا مصر طبعا أبناء لو بناتنا اللي بيسألوا بيقول دماطور يعني احنا عارفينه بيديله كهربا بيشتغل طب ازاي يعني حضراتكم وحنقولها على سبيل المثال يعني كده عشان بس نوضح الصورة إن من أهمية هذا المحرك نقولها زي آآ التكييف مركزي انت عايز تكييف مركزي مثلا يشتغل في مبنى ماسبيرو ده بدرجة واحدة بدرجة واحدة على كل المبنى يعني عايز سرعة واحدة السرعة سابتة هستخدم محرك توفقي هستخدم محرك توفقي في بعض الأماكن عايزة سرعة سابتة يعني التلات تلاف هم تلات تلاف مش تلات تلاف يبقى الفين تسعمين كده بفيه نسبة انزلاق والمحرك توفقي لا يوجد به انزلاق في بعض الشبكات ودي بقى حضراتكم تركزوا عليها قوي دي احد الاسئلة المهمة جدا اللي بتيجي في الامتحانات علل يستخدم محرك التوافقي كمحسن لمعامل القدرة او سمي المحرك التوافقي بالمكسف المتزامي الناس اللي بتكتب احنا بنشرح بس عمتا اهد شوية احنا بس بنعرفكوا اهمية المحرك المحرك التوافقي عند دورانه بدون حمل وبزيادة طيار التغذية يحسن معامل القدرة على الشبكة طبعا تحسين معامل قدرة على الشبكة بيخف الأحمال او بيخف او بيرفع الشبكة شوية ده المحرك التوافقي وكنا هنشرحه في الحلقة السابقة ولكن قلنا نخليه لوحده لانه هم مهم جدا يبقى احنا خدنا اتعرفنا على المولدات وتعرفنا على المحرك التزامني اللي هو التوافقي ايه رأيكم بقى نخش على الحياة العملية بتاعتنا اللي هي بنقول بنستخدمها وقت قالا وهي محركات الاسنتاجية الثلاثية ما في عين مننا ما في عين مننا الا ما بتشوف المواتير اقربها مطور الماء اقربها مطور الغسالة مطور التلاجة لا احنا بنستخدم التلاجة بس لا حضرتك لو فيها عطل انت بتشوف على المطور بتاعك مطور الغسالة مطور مكانة الخياطة فيه كتير جدا اللي هي المحركات المحركات الاستنتاجية الثلاثية الاول هي من اشهر العناصر المستخدمة في الحياة العملية ودي نقطة بيني وبينكم كده حتى مع التطور العلمي والتحكم الرهيب عن طريق وهتدرسوا هذا الكلام في تحديث المناج خبراءنا واسد زيتنا في الوزارة ليه في مدى التحكم والاكترنات والقوة اتحكموا في كل حاجة الا ان هما يشيلوا محرك يشيلوا محرك يعني هما في الطاقة النووية يولدوا كرار طاقة النووية ما قلناش حاجة لكن ما يقدرواش يستغنوا عن المطور يبقى المطور عند حضرتك من العناصر الاساسية وهو على فكرة في المنعك حتى يعني المحركات الاستنتاجية السلسية الاوجو والمحركات التزامنية والمحركات الوجه الواحد محركات تنفرية واخدين مساحة كبيرة جدا من منعك مادة الالات للصف الثالث واخدين مساحة كبيرة جدا من مادة الالات للصف الثالث فمعنى ذلك اهميته عالية جدا المحركات الاسنتاجية السلاسية الأوجم من أشهر العناصر اللي مستخدمة في الحالة العملية طولت عليكم في الكلام طب إيه رأيكم تعالوا نشوف مناظرهم وتركيب المحرك الاسنتاجي ونظرية العمل اللي حضرتكم أنا قلتها من ديتين يا رب بقى كده مدام عايزين تكتبوا بالصربعين وعايزين نذاكروا بسرعة تعالوا نشوف شاشتنا الجميلة هتقول إيه بالنسبة للمحركات الاسنتاجية السلاسية الأوجم المحركات الاسنتاجية والحسية أشهر أنواع المحركات استخداما في عديد من التطبيق يعني معروفة وإحنا زمان وهي تتكون من عضو ساكن وعضو داير بينهما ثغراء هوائي في كلمتين قلناهم في الحلقة السابقة أي آلة وحنركز عليه أي آلة أي كلمة آلة ماشين عضو ثابت وعضو متحرك أي جهاز خد بالك من الكلم أي جهاز ليست بيه أجزاء متحرك يعني جهاز اللابتوب إيه المتحرك فيه الماوس لكنه هو منجوه ما فيش متحرك إيه اللي بقى زكرة المراوح نقوله على الجهاز جهاز التلفزيون فيه إيه المتحرك جهاز الراديو إيه المتحرك هتقوليش بقى السرعة والصوت لا أنا أقولي الجهاز نفسه جهاز للمحول المحول الكهرابي ترانسفورمر ملف التنية وملف سانوي وقلب حديدي إيه المتحرك لكن لو قلت آلة آلة كهرابية وآلة ميكانيكية يبقى فيه عندي أجزاء سابتة وأجزاء متحركة ده تعريف شامل ولازم ناخد بالنا منه كويس جداً أبنان أبنى ليه؟ حضراتكم إن شاء الله فيه ما بعد بإذن الله بالتوفيق لكم جميعاً هتكملوا معاهده كل يات فيه بعض المصطلحات أسد زيتنا في الجامعة والمعاهد بيبقوا مركزين عليها قوي مع الطالب يقوله جهاز يعرف إنه ما فيش أجزاء متحركة آلة آلة فيه جزء ساكن وجزء متحرك خلاص فيه عنده وخصوصاً لطلب التعليم الصناعي يبقى فيه عنده سوابت سوابت لازم ناخد بالنا منه طبعاً أنا لو قلت آلة محرك مطور يبقى فيه جزء سوابت وجزء متحرك تمام؟ احنا بننبه عشان تبقى فيه عند حضرتك سوابت تقدر تبني عليها المعلومات إن شاء الله زملائنا الأفاضل في كل المدارس وفي زملائنا في قناة تعليم فني هيشتغلوا عليها كتير جداً تعالوا نشوف بقى بعد كده تركيب المحرك الاستنتاجي الثلاث الأوجب عند حضرتك في الورشة عند حضرتك في البيت لو مطور مية ثلاث أوجب عند حضرتك بتشوفه فيه الورش اللي في الشوارع المخرطة المتقاب تعالوا نشوف كده أشكالهم إيه وتركيبوا إيه مع بعض نحن عدنا أشهر أنواع المحركات استخداماً في العديد من تطبيقات ويتكاوم من عضو ثابت وعضو داياً نشوف مع بعض كده ما سبب تسميت المحرك الاستنتاجي بهذا الاسم سبب تسميته أنه يبدأ الحركة من تلقاء نفسه يستنتج حركته من تلقاء نفسه ولا يحتاج لوسيلة البدء حركة الشرح بتاعه حدك بتحب أو بتوصل الكهرباء مطور بيشتغل صح؟ ساعدته في حاجة؟ لا المولد آه دا المولد كان محتاج آلة مديرة وخدنا أنواع الآلة المديرة آه دا يفرق صح المحرك سبب تسميته أنه يستنتج أو تستنتج سرعة العضو الدائر من سرعة المجال الدائر من تلقاء نفسه ولذلك سمي استنتاجي بيستنتج الحركة من تلقاء نفسه بالنسبة للروتر أي العضو الدائر دي لقطة احنا بنقول بس مرور الكرام بنحضر حضراتك وليه طيب تركيب المحرك الاسنتاجي احنا قلنا عضو ثابت وعضو دائر تعالوا نشوف مع بعض كده ما هو العضو الثابت طبعا احنا جبنا اشكال هنورها لكم دلوقتي واحشوفوا ده الشكل العام للمحرك لو جينا قلنا هنقولك ده الغطائن الجانبيين احنا عارفنا تبودية اقولك دي النبيب التبريد بنسميها في الحالة العملية الزعانف بتستخدم احيانا للتبريد دي هنا الروزيتا اللي حضرتك بتوصل منها الاسناك للملفات اللي داخل العضو الثابت وده عمود الدوران وده حوامل او الهيكل الخارجي الحوامل بتاعتك اللي انت بتخط القاعدة بتاع المطور عشان تشتغل ده الشكل العام الشكل العام بتاعت اللي انت هتبتلي تشتغل عليه ده الصورة الجمالية بتاعته طب لو فيه حاجة تانية احنا عايزين نشوف فقا من جوه المطور اهو يا سيدي حاضر حاضر عملنا ايه في المطور قطعنا القص كده طبعا حضراتكو واخدين في مادة الرسم ان انا باخد قطاع او خط قطاع هنا هتلاقي العضو الداير وقادي الغطاء الخارجي وقادي ملثات العضو السابت طبعا معمولة عليها قطاع في المجاري يبقى انا عندي هنا عضو سابت وعنده عضو داير عندي عمود دوران طبعا الغطائين احنا شلناهم حتى يمكن اطاقين منهم جزء هنا وقادي الحلقات اللي انزلاق او ازا بيقوله المحور بتاعي ده الشكل العام طبعا احنا مش هنشرح بالتفصيل ولكن بنقولك للعام عشان يبقى عندك خلفية بالمادة وتبقى تقيل فيها تقيل يعني ايه وقاكون تقيل مش تقيل وقت تقيل في العقل فيها في المادة العلمية في دماغك تمام طيب ده خدنا الشكل الخارجي بتاع المحرك وكمان خدنا جزء من الشكل الداخلي بتاع المحرك تعالوا نشوف جزء تاني هنبتلي بقى الكلام العضو الثابت يسمى ستيتور يتركب من الهيكل الرقائق الحديدية والملفات نقولهم سريعا الهيكل يسمع من مادة غير مغناطسية برافو عليك ممكن اعرف السبب من فضلكم حاجة كده عامة يعني المطور المياه هو شغال لو خطيت يدي عليه بالكارب لا يبقى هنا مادة غير مغناطسية لانه لو تعصد بالمجال المغناطسي الناتج من الملفات مش هتقدر تحطي ايدك عليه نقوله تاني الهيكل الخارجي يسمع من مادة غير مغناطسية دي ما بوقصين حاضرتك عايز تحطي مادة الانتيمون او الالمونيوم او الصلب الملحوم اي الصلب المطاعم بمادة تفقد المغناطسية بتاعنا الدليل وهنقوله تاني هلك لو حطيت ايدك عارة مطور المياه هو شغال بتالكارب لا طب لو مادة مغناطسية ماقدرش الدليل المحاول الكارابي ماقدرش حط ايده عليه لانه بيحمل مجال مغناطسي هو شغال تمام تمام ده الهيكل تاني حاجة رقائق الوضو السابت واشنع شرحناه في المولدات اي رقائق في الدنيا اي قلب حديدي تصنع برافو عليكم من شرح الصلب السيليكوني المجمع والمعزول عن بعضها هنا على هيئة كذا حالا حسب الجهاز او حسب الآلة تبش مانا صلب السيليكوني حضراتكم اللي هتجاوبوا عليه وفي الحلقات لان احنا خدناه في مادة الخامات في الصف الاول هنقولها كده سريعا لقل تقليل الطيارات مفاقيد الطيارات الاعصارية مفاقيد الحديدية في سبيك ان شاء الله هتدرسوها في المعاهد وكليات نزلت حديثا واسد زيتنا في الوزارة حطوها اسمها سبيكة البن مالوي دي اقل لمفاقيد في المادة المغناطسية او في المفاقيد المغناطسية حطوا المواد معينة في التصنيع بحيث نسبة المفاقيد المغناطسية تبقى قليلا دي الرقائق الملفات تصل من سلك النحاس الأحمر برفع عليك وهي معزولة عن بعضها وتوضع في ملفات او في مجال العضو السابت وتوصل البناتنا صحيه فعلا يا نجمة يا ام دلتا والنجمة لها شروط والدلتا لها شروط لا التالي الناس تاخد بالها من الحلقة اللي فاتت وتربط المنج مع بعضه والمنج بسيط ان شاء الله مع المتابعة والمذاكر يبقى دا العضو السابت تعالوا نشوف كده مع بعض العضو السابت شاشتنا هتجيب فيه ايه العضو الداير الروتر عند نوعين عضو داير قفز سنجاب وعضو داير ملفوف ايه دا يبقى فيه مقارنة برفع عليك ولا ادى انتو صحيه من الحلقة اللي فاتت فعلا فيه مقارنة يبقى فيه مقارنة بتاعت الاقطاب البرزة والاقطاب الغدسة في المولدات وقادي مقارنة بين العضو الداير قفز سنجاب والعضو الداير وحلقات لانزال اقفل المحرك للسامتاج تعالوا نشوف مع بعض كده ايه رأيكم دا المطور فتحينه من جوه تبدال هيك للخارجي اه فعلا وقادي رقائق العضو السابت بينه ومعزوله عن طريق فعلا برسبان والفبر هنا دي ملفات العضو السابت طبعا الخاتنا بالنا من لف شريط القطن وبالمناسبة زملاءنا الافاضل في الورش في التدريبات العملية في المدارس اول حاجة بعد يمكن تقريبا خمسشار يوم من بدء الدراسة بيبتدوا يدربوا ابنائنا على طرق لف هذا العطف يعني انت هتشوفه عملي فاحنا بنحضرك اهو التحديد بتاعك ان انت شفته قدام منك فانت لما تبتري تلفه عندك خلفية عندك صورة عن اللي انت بتدرسه ودي من ضمن الحاجات الحديثة في التلفزيون ان هم بيعملوا يقول لك عرفوا ابنائنا وبناتنا بالمواد اللي هيدرسوها حتى الشكل العامي بقى ايه بقى داخلين المدرسة مش هيبين المنهج لا ده هم عارفين يا دي لا شفناها في كذا ودي شفناها في كذا العضو السابق شفناه وهو ملفوف طب ايه اللي جنب منه بتيجي نشوف شاشتنا الجميلة نطلعه لنا ازاي نطلع العضو الداير اللي هو القفى السنجاب يعني ايه قفى السنجاب هنقوله دلوقتي كده بقى نقدر هنقول عبارة عن ايه هنا رقائق العضو الداير مشكوط بسطحها الخارجي مجاري محطوط بها اسياخ من الاليمونيوم اسياخ من الالمونيوم يعنيش ملفات يا مصر لا الملفات والعضو الداير الملفوف اسياخ من الالمونيوم تقصر على نفسها خد بانك من الكلمة دي تقصر على نفسها من الناحيتين ده حلقتين قصر من نفس مادة الاسياخ اهي. شايفين الجزء الالموني لا? هو ده اللي قاصر الاسياخ الالمونيوم. ولذلك تلاقي المبينة مصمطة. في الحالة عملية اسمها المبينة. تلاقيها مصمطة. ما فيش فيها ملفات. طبعا دي مراوح مخطوطة على عمود الدوران للتهوية. يبقى ده العضو السابت. وشاف الروزيتا فين كن نورينارك الشكل الاولاني? قادر الروزيتا من فوقها. ودي العضو الهيكل بتاع العضو السابت. وقادي رقائق العضو السابت. ثم ملفات العضو السابت ومش هنتكلم في توصيلة الملفات. ونجمة او دلتا او تلات اوج ووجوة. العضو الداير عبارة عنه. برضو حلقات او رقائق من الصلب. وهنا في اسياخ. خب بالك انا بتكلم في العضو الداير. القفز سنجاب. تبقى الملفوف يا مستر. برضو عليك انتو صحيين. اه انت قلت نوعين. الملفوف حشيلي الاسياخ وحط ملفات. اه ده كده يبقى وزده تقيل ومكلف. برضو عليك. انت جبت المقارنة. يبقى القفز سنجاب. خفيف الوزن. رخيص السمن. سهل الصيانة. اعكس. في الملفوف. في سلك يبقى غالي. معقد. يحتاج يحتاج يحتاج. صح? انتو حضراتكو حتى بالشرح البسيط ممكن المقارنة تطلعوها من الفهم. ثم المزاكرة ان شاء الله اسناء الدرس. ده العضو الداير القفز سنجاب. تعالوا نشوف فيها حاجة تانية. ده العضو الداير الملفوف. خدنا بقى بقى هنا ايه? شلنا الاسياخ من الالمون وحطينا ايه? ملفات. الملفات تلحم اطرافها بمين? بحلقات الانزلاق والفرش الكربونية. وتوصل بمقاومات لبيد الحركة. مقاومات لبيد الايه? الحركة. يبقى فيه فر ما بينهم قفز سنجاب. قفز سنجاب ملوش? اطراف. اما الملفوف مربو عليك له اطراف. طب هنا عزم البيت. شدة المحرك هو اول ما يشتغل. انا الافضل. محرك كده يبقى له عزم بيت جديد. انا الافضل ابنائنا. فعلا الملفوف. يعني يبقى عندي نوعية من الملفات. ملفات العضو السابق وملفات العضو الداير. عزم البيت جديد. طبع المفقيدة تبقى فيه كبيرة شوية. لكن القفز سنجاب عشان مصمت لان فيه السياق من الامونيوم فعزم البيت بتاعه يبقى عادي. ده خبنا الصورة عامة عن تركيب المحرك للسنتاجي السلاسي الاوجه. عضو السابق وعضو دار وشفنا المقارنة بتاعي. تعالوا نشوف بعد كده ايه اللي حندرسه تاني فيه العضو. فيه المحرك للسنتاجي السلاسي الاول. المجال المغناطيس الدور. هو مجال مغناطيسي سابت القيمة. ويغير موضعه من نقطة لاخرى في اتجاه دوري واحد. هنا بقى هنتكلم وهنعرفه تعريب بسيط كده. حضرتك بتوصل الكعربة بالمطور. الكعربة بتخش فين? او بتدخل العالمين? على ملفات العضو السابت. بينشأ في ملفات العضو السابت مجال. ينشأ في ملفات العضو السابت مجال. هو ده المجال الدوار. هو ده المجال المغناطيسي الدوار. مجال سابت القيمة لكنه غير موضعه من نقطة الى اخرى. في اتجاه دوري واحد. هناخد بالنة قوي من تعريف المجال ده. لانها يقودنا لاهم نقطة تميز. تميز. خدوا بالكم عشان فيه بيجيبوا فيها سئلة كتير. تبيز المحرك الاستنتاجي معان المحرك التوافقي. ايه ده معنى ذلك ممكن يجيبوا مقارنة. ما بين المحرك التوافقي والمحرك الاستنتاجي اه. فهنا المنهج مرتبط ببعض. ومرتبط بسوق العمل. المواتير كلها موجودة في السوق. المصانع اللي شغالة كلها شغالة على ايه? محركات. محركات عايزة الفن اللي حضرتك وحضرتها. مهندسين بتوعنا الكهرباء. يبقوا فاهمين. وتقال في المادة العلمية. وتقال في التدريب. مش كده اقول يبقى انا بوصل ملفات العضو الثابت بالكهرباء. حينشأ مجال معناطيسي. ثابت القيمة. ولكنه يغير موضعه من نقطة الى اخرى في اتجاه دوري واحد. تمام? هيعبر الصغر الاوئية. ايه ده? حضرتك هتقول نظرية العمل. رابع علي. هيقطع ملفات العضو الداري الساكنة. كلمة الساكنة دي. ان شاء الله في الحلقات في اثناء الدرس هناخد عليها حلقة كاملة. هيقطع ملفات العضو الداري الساكنة. يولد فيها قوة دفعة كارابية. ملع مقصورة على نفسها. عشان حلقات اللي هي قصر. تولد مجال اخر. يبقى عندي كم مجال? مجال العضو السابت ومجال العضو الدار. نتيجة تفاعل مجالين ينشأ عزم الدوران. ينشأ عزم الدوران. طب تعالوا نشوف النقطة اللي جاية. وعايزكوا تصحصحوا فيها اولى ان شاء الله زملائنا اللي فاضل بيشرحوا بالتفصيل. وكمان في حلقاتنا ان شاء الله ان شرحوا. تعالوا نشوفها بعد كده. الانزلاق. هو ده كلمة الاسلايب او الانزلاق هي اللي هتتميز المحرك الاستنتاجي عن المحرك التوافقي. خذ بالك من الكلام والتعريف. سرعة الانزلاق. وسرعة العضو الدار. الانزلاق او سرعة الانزلاق. والفرق بين سرعة المجال الدار. برافا عليك. وسرعة العضو الدار. طيب نقولهم سريعا عشان ده يبقى فيه فعل. او عطول ان انت اكبر من ابوك في السن يعني. ده سرعة المجال الدار طبعا اكبر يا مصر. لان سرعة العضو الدار استنتجت من سرعة المجال الدار. برافا عليك. الفرق بينهما يسمى الانزلاق. يبقى الانزلاق الفرق بين سرعة المجال الدار وسرعة العضو الدار. والانزلاق يوجد في المحركات الاستنتاجية فقط. آه يبقى المحركات التوافقية مفاشي انزلاق لان سرعة المجال الدار بتسوي سرعة العضو الدار. ربطنا المحركات مع بعض برفع عليكم يبقى انت كده جبت الفرق يبقى المحرك التوافقي لا يوجد به انزلاق لان سرعة المجال الدائر تسوي سرعة العضو الدائر ولذلك سمي توافقي او تزامني اما المحرك الاسنتاجي فسرعة المجال الدائر لابد ان تكون اكبر من سرعة العضو الدائر ليبدأ الحركة متلقاء نفسه ده الانزلاق هناخد في الانزلاق حالاته وانت يكون بسفر وانت يكون بمية في المية وانت يكون فرق بسيط وانت يكون فرق كمي كلام ده ان شاء الله نبنعرف بس المنهج بتاعنا وديكم شفتوا كله مرتبط ببعضه وحاجات سهلة ان شاء الله المهم تركيز حضرتك وقبل كل شيء توفيق تعالوا نشوف مع بعض شاشتنا الجميلة جابت لنا ايه تاني النهاردة تتوقف او سرعة المجال الدائر اللي هي مين بأسرة المجال الدائر هجيبها من قانون التردد الاف بتساول بيه في الان على اتنين في ستين يبقى سرعة المجال الدائر تتوقف على عدد الاقطاب والتردد احنا اخدنا الكلام ده في المولدات مربو عليك مربو عليك ما بقولك خبراءنا لما حدثوا المناهج ربطوا الابواب وبعضها والمواد وبعضها بهذا ان حضرتك الهدف تخرج متمكن فاهم مش مادة هنا ومادة هنا ومادة هنا لا ده كلهم مرتبطين ببعض وبالتسلسل قانون التردد ايه في بتساول بيه في الان على اتنين في ستين او ده احنا قد نفسها نتانية فعلا مرافو هتحسب منه ايه سرعة المجال الدائر او سرعة التوافق او سرعة التزامن يبقى الان لسرعة المجال الدائر او سرعة التوافق او سرعة التزامن تتوقف على عدد الاقطاب والتردد معنى ذلك محرك الاسنتاج لا يعمل على الطائرة والسمر مرافو عليك تمام تعالوا نشوف مع بعض بدء الحركة ده لسه يلينا يا مصر المحركات تشتغل من نفسها اقول لحضرتك اهدى شوية علي ودي حنشرحها يعني مش بالكلام يعني احنا قولها كده اي مطور في الدنيا عايزة اسأل سؤال عام لكل الناس ليه حضرتك لما تيجي توصل الكارابة بمطور التلاجة او مطور الغسالة او مطور المية بنقولها بالبلد كده النور يسقط ويرجع تاني النور بيسقط ويرجع تاني حضرتك كراجل من العامة هتقول اصو عايز عزم بنت جديد او عايز طيار تقيل ده في العامة الناس الفنيين الصناعية فاهمين طب وحضرتك وحضرتها ايه اللي بيحصل انت راجل فني وفاهم وان شاء الله هتدرسوا الكلام ده فيه بالتوفيق لكم في المعادة وكلها بالتفصيل اللي بيحصل حاجة بسيطة جدا وحسب تطبيق قانون ننزل حضرتك لما بتوصل ملفات العضو السابت بمنبع التاري المتردد بينشأ مجال مناطيسي دوار رفع ليه صح؟ تمام هذه الملفات مفروض انها بتعمل ايه؟ بتقطع ملفات العضو السابت نفسها وتولد قوة دفع كارابية عكسية تساوي وتضط تقريبا مجال المنبع احنا اخذنا الكلام ده فين؟ في الصف الثاني في المحول ما يسمى بالاستنتاج النفسي نقول تاني عند توصيل ملفات العضو السابت بمنبع طيار متردد بينشأ مجال مناطيسي سابت اللي هو المجال الدوار يقطع ملفات العضو السابت نفسها ويولد قوة دفع كارابية عكسية الشواء اللي خدهم بيديهم سؤالي عشان تعرف ليه بدل حركة في اللحظة دي وانت بتوصل الطيار هو عمل المجال العكسي وعمل قوة دفع كارابية العكسية؟ لا دي ما بتاخدش ثانية يا مصر اقول لك بص لللمبة كده وانت بتوصل المطور تلقي اللمبة بنقولها بالبلد رعشت ورجعت تاني بتاخد جزء من الثانية صح؟ صح؟ طب ليه؟ قالوا لان القوة دفع كارابية العكسية لسه ما نشأتش فبيقع جهد المنبع كله على الملفات وحسب قانون قوم ملفات مقاومتها صغيرة فضغط على مقاومة منبع كله على مقاومة صغيرة يديني طيار كبير جدا بيعادل من سبعة لعشر مرات من طيار الحمل العادي يعني لو الغسالة عندك خمسة أمبير تلاقي رح ترفع خمسين أمبير ورجع تاني التلاجة نفس الطريقة مطور المياه نفس الطريقة حضراتكو في المعاملة هتشوفوا الأمبير بيرمي ورجع تاني تبدأ خطر تبدأ نعمل إيه؟ ولذلك لابد من الحد من طيار بدء حركة المحركات الاستنتاجية السلاسية الأو في الوجه الواحد بالحط ملفات التقويم وحضراتكو في التلاجات والغسالات عندك هذا الكلام معنى ذلك أن المحركة الاستنتاجة الثلاثة الأو عشان يشتغل لابد أن يكون عندي طرق لبدء الحركة إلا المحركات صغيرة القدرة بيتصمم ملفاتها أنها تتحمل طيار البدء وطار التشغيل كبيرة شوية؟ لا مش كبيرة ولا حاجة مش كبيرة ولا حاجة بقول أن في لحظة البدء الطيار بدء الحركة بيبقى عالي لأن القدفة الكرابية الناشئة في ملفات المنتج في اللحظة بيتساوي سفر وبالتالي بيقع جهد المنبع كله على مقامة الملفات ومقامات صغيرة فبينشأ طيار يعادل من سبع لعشر مرات من تغير حمل العاد تب في المحركات صغيرة القدرة بينصمم الملفات أنها تتحمل ده ده تب حنكبر بالقدرة حيبقى حصان ونصف اتنين حصان تب هيبقى خمسة حصان ده أنا أول مواصل الكهرباء مطور هيضرب قال لا خبراءنا بقى عملوا إيه؟ قال طرق بدء الحركة في المحركات الاستنتاجية عندي خمس طرق للمحرك الاستنتاجي زلقفة السنجاب وطريقة واحدة للمحرك الاستنتاجي ده العضو الدائري الملفوف تعالوا كده نشوفهم مع بعض يا رب شاشتنا كن جايباهم لأننا ما جابتهمش احنا هنقولهم لا ما جابتهمش يبقى احنا هنقولهم في المحرك الاستنتاجي زلقفة السنجاب التوصيل المباشر قلنا في القدرات الصغيرة او توصيل مقاومات بدا حركة ممكن انا سأل سؤال؟ سؤال مقاومات بدا الحركة وصلها في دائرة العضو السابت ولا في دائرة العضو الدائر طب خلاص خلاص مش عايزين خناها في دائرة العضو السابت ما انتعلينا العضو الدائر قفة السنجاب مقفول هنحطره فين؟ طيب يا عم كويس يبقى انا لما وصل طرق بدا الحركة في المحرك الاستنتاجي زل عضو الدائر قفة السنجاب كلها بدائرة العضو السابت كلها بدائرة العضو السابت ليه؟ ابننا قال قال ما فيش ملفات في العضو الدائر مقفولة على نفسها يبقى اول طريقة توصيل مباشر يبقى هنا في القدرات الصغيرة توصيل المقاومات بدا حركة وتخرج بعد خمسة وسبعين في المية من السرعة برافو لا بنات نصيح برافو عامل زي مفتاح بتارده مركزي برافو طيب المقاومات لو ما عنديش احط محاول نفسي برضو في دائرة العضو السابت طيب لو ما عنديش محاول نفسي احط مفتاح النجمة دلتا وده هنقوله برضو وموجود في الورش وموجود في المعامل نجمة دلتا ليه؟ هوصل نجمة لانه ضغط الخط وساوي جزر التنطة ضغط الوج يبقى الضغط يقلب مقدار جزر التنطة وبعدين يقلب على الدلتا طيب ويهي تاني يا اما تقسيم الملفات العضو السابت لجزئين ابدأ بجزء وبعدين اشغل الجزء التاني بكم طريقة؟ خمس يبقى بدأ حركة المحركات الاستنتاجية ثلاثية الوجو بخمس طرق اللي وقفها السنجاب توصيل مباشر او توصيل مقاومات بدأ حركة او توصيل محاول نفسي او مفتاح النجمة دلتا او تقسيم الملفات الى جزئين العضو الداري ملفوف في طريقة واحدة خلاص انا يعني تيجي تشراحه مكان ماشي هوصل بدائرة العضو الداري ملفوف مقاومات بيت احركة يبقى مش هوصلها بدائرة العضو السابت ليه؟ خلاص انا عارفت لان العضو الدائر الملفوف له اطراف له ايه؟ اطراف في عامنا ليه؟ طيب شاشتنا طلعت طرق تغيير السرعة ليه طرق تغيير السرعة؟ حضرتك عايز تسرع المحرك او تبطأ؟ ده مفتاح سرعات ما انت انت بتستخدمه كمفتاح سرعات انت كفني ايه اللي بيتم انت كراجل ديزاينر بتصمم ايه اللي تم انت كراجل بتقرأ اللوحة ايه اللي تم انت الفني انت المختص انت المروحة بتعمل المفتاح كده كاستخدام كمتخصص كماهر في عملك ما احنا بنقول حضرككو اغلى صروة فلازم تتخرجوا ان شاء الله باذن واحد احد باذن الله تقال في العلم وفي الصنعة بتاعكو ان شاء الله حتى لما تكمله تقيل في مادتك تقيل في صنعتك طيب انا عايز اغير السرعات حاضر لو انا قلت سؤال حضركو الجاوب عليه من له علاقة بالسرعة من له علاقة بالسرعة يتم التحكم فيها عن طريقه من له علاقة بالسرعة في المحرك الاسنتاجي يتم التحكم فيها عن طريقه تحكم في عدد الاقطاب لو انا زودت عدد الاقطاب السرعة ايه لاني تناسب عكسي صح ايه ده ده زي المروحة يا مصدر اقول له برافو عليه كده عربته كده خلاص ربطتوا الملحة بعالكو بايه الحالة عملية مفتاح المروحة عبارة عن ايه ما هو بتحكم في عدد الاقطاب كل ما يقل عدد كل ما يقل العدد الاقطاب تنقل السرعة ايه زادت وكل ما يزود عدد الاقطاب بالتكات اللي انت بتعملها واحد واثنين وثلاثة واربعة تلقى السرعة التالت تقل يبقى كل ما زادت عدد الاقطاب السرعة قلت والعكس صحية الطريقة التانية بالتحكم في التردد ودي بتبقى في المحركات سريعة القدر اوي اللي هي المحركات العالية اوي لان انا ببقى عايز سرعات توصل مثلا لتلاتين الف لفة في الدية تلاتين الف لفة لا فيه اكتر من كده لان هنا بزيادة الترددات والترددات بقت حاجة دلوقتي سهلة مع العلم الحديث وحضراتكم فيه مادتين كاملين لهذا الكلام مادة الالات مادة التحكم منطق المبرمج والاكتنات القرى واساساتنا لفاضل الله هو اكبر عليهم ماهرين فيها يشرح لكم وان شاء الله في حلقاتنا في التعليم الفني قناة التعليم الفني يبقى احنا قلنا التحكم في عدد الاقطاب والتحكم في التردد الطريقة التالتة الانزلاق مشانا لما جيت قلت الانزلاق خدوا بالكم هنشرح فيها حلقة كاملة الانزلاق التحكم في نسبة الانزلاق تتحكم في السرعة كل ما زاد الانزلاق كل ما السرعة أقلت ده نسبة عكسي يبقى عندي طرق بيد الحركة عارفنا خدناك كده اه ده لازم المحرك كله طريقة على حسب القدرة صح ده انا ممكن اتحكم فعلا في المسرعة المحرك للسنتاجي صح مرفع ليه طب ممكن اقول سؤال محرك بيدور يمين عايزة خليه دور شمال طب انا في المحرك المطور المياه بقلب الفيشة كده كل ده كناس من العامة حضرتك فني ماهر راجل بتدرس تخصصك التلات اوجه تعمل ايه قال لي عندي تلات اطراف اقول له عكس طرفين عكس بعض واسيب التالت طب انا لو عكست طرفين ما لك كشرت ليه لو عكست طرفين اتعمل ايه قال لي لما عكس طرفين بعكس عشرة على عشرة بناتنا وابنانا بعكس اتجاه المجال يبقى انا لما بعكس الحركة بعكس ايه طرفين واسبت التالت يبقى انا بعكس اتجاه المجال الدائر اللي هو حيدور العضو الدائر وبالتالي يتم عكس الحركة المحرك للسنتاج السلاسي الاوجه مادته العلمية دسمة وحلوة بالنسبة لك في الحالة العملية لانك هتلاقيها على طول دايما قدامك خدنا تركيبه ونظرية عمله وانواع العضو الدائر وكمان خدنا طرق بدل حركة والانزلاق وما هو الانزلاق وكمان طرق تغيير السرعة او التحكم في السرعة ما خدناش لسه الحمايات هتحمل المحرك ازاي ولا هتشغاله كده وخلاص قال لي لا لازم نعمل له عملية حماية الفيوزات حماية اللي هي المصرات دي حماية بس حماية لك في الايه في الشبكة العمية انا عايز المحرك نفسه باحماية في حماية ضد ارتفاع الجهد وضد انخفاض الجهد وضد ان اكاس القدرة وضد الازدواج الحراري للحماية الحرارية تعالوا نشوف مع بعض كده انواع الحمايات للمحرك الاسنتاجي الثلاثي الاول تعالوا نشوف شاشتنا بتقول ايه حماية المحرك الاسنتاجي الثلاثي الاول ضد زيادة الطيار انخفاض الطيار ودي حضاراتكم ان شاء الله واخدنا في مدة الرسم والالات والتحكم اللي هي الازدواج الحراري انخفاض ارتفاع الجهد وتتابع الاوجة تتابع الاوجة ممكن يكون فيه فازة سقطة او سبق فازة ده حضاراتكم المحركات الاسنتاجية السلافية الاوجة ابنان وبناتنا احنا قلنا تعريف فقط للمحركة الاسنتاجة السلافية الاوجة والحراري وتقريبا خدنا عنوان كامل عليه هندخل مع بعض على برضو محركات بس اندكشن موتور محرك الاستنتاجي زي الوجه الواحد ده اللي حضرتك لمسه في الحياة العملية على طول مطور المية مطور الغسالة مطور التلاجة زي ما انت عايزك بس تخيلوا منه انواع كتيرة حوالي اربع خمس انواع ممكن دلوقتي وصلوا لعشر اتناشة انواع احنا مقرر علينا وان شاء الله بالتوفيه لكم في المعاهد وكليات هتدرسوا كل المعاهد او كل المحركات اللي موجودة في السوق على قدر الحاجة المعرفة تعالوا نشوف فاق كده المحركات الاستنتاجية زي الوجه الواحد المحركات الاستنتاجية زي الوجه الواحد من اكثر المحركات شيوعا في الحالة العملية وحضرتكم بدلمسها بادينا تعالوا نشوف مع بعض هناخد فيها ايه التركيب نقولنا انا يعني مش عايزين نقولها على الشاشة لكن حضرتكم مفروض تقولوها يعني ابرعا ايه ايوا كده عضو ثابت وعضو دا الخلاص خدنا قاعدة انا بقول لحضراتكم حلقات الاثرائية ديت التلفزيون نمقال نعملها للتوضيح في قواعدة تخش بيها المدرسة والبدء العام الدراسي عندها خلفية مش داخل كده المناهج تقيه المناهج صعبة لا دا انا شفناها في قناة التعليم الفني من التلفزيون المصري دي حاجات لا انا عارف ديت وعارف الجزء ايه دي هتتكلم عن ايه وعارف ابتدي ازكيرها بقى وابتدي اخش متحمس التركيب محرك يبقى ايه برافا عليك عضو ثابت وعضو دير برافا عليك نولة بقى عضو ثابت اجتمل لا ما احنا قلناها هيكل خارجي وحضرتك قلدي يصنع من مادة غير معناطسية طيب الدليل يا عم الشيخ قال لي حضرتك حط يدك على المطور وشغال ما تكاربش طيب براف براف لانك طبعا يصنع من مادة غير معناطسية تمام وجوه رقائق خلاص البنات هي صحي اه رقائق من السلبي السيليكوني عشان المفاقدة الاعصارية تمام وجوه ملفات اقول لحضرك وقفوا بقى هنا في الوجه الواحد ما فيش ملفات من نوع واحد نوعين من الملفات ليه يا مصر ما احنا كنا ماشيين كويس اقول لحضرتك خبا المجال الدائر لا ينشع عزم دوران منه الا على الاقل يكون في نوعين ملفات اه لذلك المحرك الاستنتاجي التلاتة او كان عندي التلات انواع من ملفات صح فرق بينهما مئة وعشرين درجة كل واحد صح طب المحرك الاستنتاجي الوجه الواحد حط النوعين من ملفات خلاص ملفات تقويم ملفات تشغيل اهو اهو اعرفها ويذكر اهو يعني حتى اعرفوا الكتب كمان او ملفات تقويم ملفات تشغيل ملفات تقويم تشغل تلتة عدد المجاري ملفات التشغيل تشغل تلتين عدد المجاري صح. ملفات التقويم زي مقاومة عالية. طب ليه? بدء الحركة. برافو عليك. برافو عليك. بدلا ما نجيب وسيلة لبدء الحركة لاتبه هي ملفات التقويم. تعمل لي مجال? وتبدأ الحركة معي. صح? برافو عليك. لا الموخي ابتدى يا صح. طب ما تيجي نشوف بقى الكلام ده كده على شاشتنا الجميلة. طلعنا بالالوان التركيب عبارة عنه. التركيب. ها? نقول مع بعض كده? العضو الثابت. برافو عليك وحنا قلناه. والعضو الدائر. برافو عليك. قفل سنجاب وعضو دائر ملفوف. وحضرتك لسه قاله في المحركات الاستنتاجية التالتة. حاضر يا سيد مش همول مقارن. مش هشرح. حاضر. بس في حاجة تانية. مفتاح الطرد المركزي. مفتاح الطرد المركزي. ده غريب ده شوي لا. مفتاح الطرد المركزي حضرتك بتستخدمه بس بطريقة تانية. المتمم الزمني. هو حضرتك لما بتزبط التلاء الغسالة. على نص ساعة. مفتاح بيعمل ايه? بيفصلها. ده مفتاح الطرد المركزي. فيee المحرك الالسنتاجي الوجه الواحد. بعد خمسة وسبعين في المية من لحظة ببدا الحركة للمحركسي الالسنتاجي بيفصل برافو عليك. ملفات التقويم عن الدايرة. بيفصل ملفات التقويم مع الا. يبقى مفتاح الداير stalد المركزي يوصل على التوالي مع ملفات التقويم. ليه? ليفصلها بعد خمسة وسبعين من في المية من سرعة المحرك المجننة. معنا زلك يا مصر ان انا لو ما عنديش مفتاح طرد مركزي. ممكن احط متمم زمني طايمر كده. هلو صاح. انا عايز تفكير ولادنا كده. نتمنى ان التفكير ولادنا يبقى حالي كده. لو ما عنديش دي البديل بتاعها ايه? في ايه في مادتي? مفهمت واجتعلمت. يبقى المحركات الاسنتاجات الوجه الواحد تتركب من عضو ثابت وعضو داير ومفتاح طرد مركزي. طيب ما تيجي نشوف شاشتنا كده جايبالنا ايه فيها? نشوف معها بعد كده. اه بعد هذه المحركات تحتوي على مكسفات. كل دي انصر يعني. اهو بنقولها بالبلد يوم. وايه كل دي انصر ده? مكسف ما احنا خدنا تركيب المكسفات وتوصيل المكسفات ولا ايه? نسينا ولا ايه? في الوجه الواحد وخدناها في سنة اولة وسنة تانية. المكسف يعمل على تقدم معامل قدرة. الطيار يتقدم عن الجهد بزاوية? تسعين درجة برافو عليك. طب لما وصل المكسف? او كل دي انصر مع المطور بتاع المية. عزم البدء بتاعه يبقى. شديد. ولذلك اي مطور مريق مريح هتلاقي عليه ايه? كل دي انصر او اتنين. تلاقي مسلا بعد فترة العزم بتاع المطور بيطلع لك المية. يعني ها. يجي الفن الكارابي وان شاء الله حضرتك انت اللي هتعمل كده بعد كده. انها تبقى الفني الماهر بتاعنا. انك بتغير كل دي انصر. او بتجيب كل دي انصر زو ساعة اكبر. او ساعة اقل على حسب قدرة المحرك. يبقى هنا المحركات الاسنتاجية. ذات الواجه الواحد عضو ثابت. هنقول لي مش هنقول بقى يجتمل عليه ما انت قلت بوه. وعضو دائر. اقفز نجاب مرفوف عارفة. ومفتاح طرد مركزي. اقدر اللي بيفصل ملفات توين. خلاص يا سيدي عارفت انك مذاكر. وبعد المحركات توصل معها مكسف. برافا عليك. لتحسين معامل قدرة واداء المحرك الاسنتاجي. ذو الواجه الواحد. مع نزارك انت حضرتك قلتنا ان احنا عندنا انواع. انواع من محركات الاسنتاجية ذات الواجه الواحد. تعالوا نشوفها مع بعض كده شاشتنا الجميلة هتقول لان ايه عليها? ايه رأيكم? ده العضو السابت. وطبعا جايبين ومفرغ اهو. بص شاشتنا كمان. عشان ما جابت لنا اشتر بدا الحركة اللي حتجابها لنا ايه? بالتفصيل. العضو السابت بتاعتك قادر سلطي عندك المجاري. وقادر اهو نكون اللي هو الغلاف الخارجي. وقادر عندي اللي هي تهوية. تعالوا نشوف مع بعض ايه تاني هنا. الصورة بتبقى واضحة وجميلة. وقادر عضو الداير. ده القفص انجاب. اهو المبينة المصمطة ده احنا شفناها. طب ياديدك نشوفتها في الواجه الواحدة شوفتها في ثلاثة اوجه. وايه تاني بالنسبة لنا هنا? ايه رأيكم بقى بالالوان? ادي القفص انجاب مفرغ من بره. وهو هنا بالتركيب واعطيان لك في قطاع. وقادر عضو السابت بالنسبة لي. وقادر الملفات طبعا باللون اللي موجود عندك يبين وضع الملفات. ما احنا قلنا حضراتكم لما ترجعوا الورش. في المدارس هت. انتو اللي هتلفوا هزا الكلام وتجمعوه. يقول يا انت هتخرج بس كده بس انت هتشتغل بييدك. ده العضو السابت. وقادر ملفات العضو السابت. طبعا حنا قلنا تلت تقويم تلت تقويم وتلتين تشغيل. وقادر مجاري. وقادر العضو الداير. القفص انجاب وقادر القفص انجاب مفرغ من بره خالص صوت. نشوف ايه تاني. الجدع يقولي ده ايه? بربو عليك. مفتاح الطرد المركزي. في جزء متحرك اللي هي فيه اليايات او السسط. ودي نقط التلامس بتفصل اليايات بعد خمسة سبعين في المية. بتنطر هذه النقط. يعني تفصلها بحيث الملفات التهم تخرج من الدايرة. الرسم بتاعه بيبقى موجود في الرسم بالشكل ده. ابنانا وابناتنا. ودي نقط النحاس. ابنانا وابناتنا النهاردة عرفنا المحرك الاسنتاج السلسل اوجه. شفنا تركيبه ونظرية عمله وطرق بدل حركة. وخدنا كمان او شرحنا مع بعض فكرة عامة عن المحركات الاسنتاجية زيت الواجه الواحد وفيها انواع ان شاء الله في الحلقات القادمة. يا رب نكون كن افدناكم واسعدناكم. كنوا استفدنا منكم ان شاء الله. ربنا يحفظنا ويحفظ بلدنا باهلها جميع النصر. وربنا وفاكو. والى اللقاء في الحلقات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.